العاشي حميد شاءت الأقدار أن يفقد بصره وهو في مرحلة التعليم الإبتدائي مما جعله يبتعد عن الدراسة لكن عزيمته وإصراره كان أقوى من ذلك فخاض تحديات عديدة في مسيرة طويلة معكم التلميذ العاشي حميد مجتاز لشهادة البكالوريا دورة جوان 2022 شعبة أداب وفلسفة متحصل على معدل 16.42 أنا التلميذ مكفوف حيث بدأت رحلتي مع هذه الإعاقة منذ حوالي سبع سنوات حيث التحقت بمدرسة خاصة بالمكفوفين بولاية شلف حيث هناك تعلمت طريقة البراي التي أصبحت فيما بعد طريقة للدراسة مكثت في المدرسة هذه مدة أربع سنوات حيث أكملت الطور المتوسط انتقلت إلى الثانوية يعني مع وسط أشخاص مبصرين كان الأمر صعبا لكن شيئا فشيئا ومع العزيمة والإرادة استطعت أن أتجاوز الأمر وأكملت الدراسة والحمد لله كان متميز منذ بداية سنة وهو رمز للتحدي والمثابرة ونبارك هذا النجاح لجميع العائلة وإن شاء الله نتمنى له مزيد من النجاحات نجاح حميد هو ثمرة لمجهودات جبارة خلال مسيرة لم تكن بالأمر الهيين وهو ما زاد من طموحه وشغفه في الوصول إلى أعلى المراتب بطموحي بإذن الله إن شاء الله أريد أن أتخصص في العلوم الشريعة إن شاء الله أدخل لمدرسة عليا إن شاء الله أصبح أحد المشايخ المعروفين لكي أشرف بلدي الجزائر بالنسبة للحالة الصحية تواصلت مع الطباء في الخارج وأعطاوا لأمل أن نستطيع أن نسترجع البصر التاعي لذلك أتوجه بطالب لرئيس الجمهورية ومثل في مساعدتي لإجراء عملية جراحية في الخارج حميد هو نموذج ومثال حي لكل طامح يسعى في طموحه فالنجاح هو نتيجة للعديد من الأسباب ولعل أبرزها الشغف وتحديد الهدف شكرا للمشاهدة